السلام عليكم ورحمة الله لو لا هتاف الثلثاء وهدير الجمعة لا صوت يعلو إلا صوت الجعجعة جعجعة فارغة بلا طحين عذا بقايا العهدات الأربعة لو لا هتاف الثلثاء وهدير الجمعة لكن اليوم كتلة صامتة عازفة مقاطعة صائمة عن الكلام تطل أعلى الصومعة تمارس التأمل وتحسن التألم في قوقعة ولواصل الباقون أداء دور الإمعة ولردد النظام أن كلنا معه لو لا هتاف الثلثاء وهدير الجمعة لأصبحت بلادنا مستنقعة يخبئ فيها الجميع رأسه ونخرج عيوننا كالضفدع نودع طيورنا المهاجرة ونشهد صيد المياه العكرة وننكر تحت المياه شراهة لقالق الفاسدة والنورس والبجعة فإذا غضبنا نحدث تحت المياه فقعة وتحدث الفقعة فوق المياه فرقعة لو لا هتاف الثلثاء وهدير الجمعة لأصبحت بلادنا لأصبحت أرض الجزائر مزرعة يتخذ منها النظام لهوه ومرتعه يمازح جناحه جناحه في لعبة المصارعة وتغمز عيونه عيونه على الأثير وتلمز ذراعه على الهواء أذرعه والشعب تلميذ مطيع يرفض المراجعة يرفع قبل الكلام أصبعه ويرفع بعد الكلام للنظام القبعه السلام عليكم ورحمة الله